اشتركوا في القناة 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 اربعة نقطة مباشرة النادي الاهلي تصبح نتيجة عشرة ستة للنادي الاهلي وراح على الارسال لاعب رقم حداشر احمد عبدالعيل لاعب مركز اربعة من النادي الاهلي على الارسال بلعب ارسال موجه ارسال موجه على الليبرو اعداد مركز اربعة ضرب صاحق تاتش بلوك على عبدالله عبدالسلام تصبح النتيجة سبع عشرة للنادي الاهلي رايح الارسال اللاعب رقم خمستاشر من نادي طنطا ارسال من اخر ملعب استبال من احمد عبدالله الاعداد من عبدالله عبدالسلام للعيب المحترف الامريكي في مركز اربعة تطلع دفنس من نادي طنطا ترجع تشانسة للنادي الاهلي اعداد في مركز واحد لأحمد صلاح القوة ضربة للنادي الاهلي بنقطة مباشرة للنادي الاهلي وتصبح النتيجة 11 سبعة للنادي الاهلي على الارسال رقم ستاشر اللاعب محمد محسن لعب مركز ثلاثة بالنادي الاهلي بلعب ارسال من مركز خمسة ارسال فلوتر موجه استقبال من لعيب مركز اربعة اعداد في مركز اثنين في مركز ثلاثة عفوا تصبح نطة مباشرة للنادي طنطا النتيجة دلوقتي 8-11 للنادي الاهلي على الارسال لعب رقم اثنين من نادي طنطا بلعب ارسال فلوتر موجه استقبال من احمد عبدالعيل اعداد من عبدالله عبدالسلام للعيب المحترف رقم واحد لعيب الامريكي النادي الاهلي في مركز اربعة نقطة مباشرة مضرب صاحق تصبح النتيجة 12 تمانية للنادي الاهلي على الارسال عبدالله عبدالسلام يامتاز عبدالله عبدالسلام بالارسالة الاسبايك القوية ارسال قوي جدا استقبال ضعيف من النادي طنطا ونقطة مباشرة للنادي الاهلي لتصبح النتيجة 13 تمانية للنادي الاهلي في الشوت الاول مازال عبدالله عبدالسلام على الارسال صنع العيب النادي الاهلي ارسال قوي على البرو اعداد في مركز اربعة ضرب على الخط من اللاعب رقم 3 لاعب نادي طنطا بدون بحقق صد لتصبح النتيجة 9-13 للنادي الاهلي زي ما حادثكم شايفين اعداد في مركز اربعة ضرب على الان على الخط نقطة مباشرة لنادي ضرب في مركز 3 محمد عادل كرة عادل سهلة للنادي الاهلي اعداد من عبدالله عبدالسلام ضرب في مركز 6 من اللاعب احمد عبدالعال اللاعب رقم 11 من النادي الاهلي كان يمتاز عبدالله عبدالسلام بتنويع اللاعب ما بين مركز اثنين واربعة وستة ومن كوات ضربة طبعا في النادي الاهلي كابتن عبدالله عبدالسلام صنع العيب على الارسال اللاعب محترف رقم واحد ارسال سبايك استقبال من نادي طنطا اعداد في مركز اثنين ديفينتس من الليبرول المتقلق محمد رمضان اعداد في مركز 3 لمحمد عادل نقطة للنادي الاهلي لتصبح النتيجة 14-15 عفواً 15-9 للنادي الاهلي على الارسال ما زال اللاعب المحترف رقم واحد من النادي الاهلي بيلعب ارسال سبايك وارسال مباشر من اللاعب محترف النادي الاهلي لتصبح النتيجة 16-9 للنادي الاهلي يمكن من اهم نقاط القوة في النادي الاهلي الارسال الصاحق او الارسال الموجه مازال اللاعب الامريكي المحترف على الارسال ارسال سبايك استقبال ضعيف ضرب كونتر اتاك من اللاعب محمد عادل من منتصف الشبكة نقطة مباشرة للنادي الاهلي لتصبح نتيجة 17-9 للنادي الاهلي في الشوت الاول تايم اوت وقت مستقطع لنادي طنطا حاس ان الجيم بدأ يهرب منه والنتيجة فرق الاسكور بقى كبير 17-9 للنادي الاهلي فحاول انه يقف نظيف النقاط بطايم اوت يشرح نقاط الخلل اوت ضعف عنده في الفريق زي ما حاكم شايفين ارسال صاحك من اللاعب المحترف ارسالين وربع نقطة مباشرة ضرب صاحك من اللاعب محمد عادل من منتصف الشبكة مازال اللاعب المحترف الامريكي رقم واحد على الارسال والنتيجة زي ما حذكره متبعين 17-9 للنادي الاهلي ارسال سبايك استقبال من نادي طنطا اعداد في مركز اربعة حقاق صادم من نادي الاهلي تكمل الكرة ضرب في مركز اتنين ديفنس من اللاعب المحترف اعداد من محمد رمضان لأحمد صلاح بيتصرف في الكرة اعداد مرة تانية من محمد رمضان لبرو فريق كرة تعدي سهلة من أحمد صلاح ولكن نقطة للنادي الاهلي كرة معدية سهلة على حفظ الشبكة اللاعب النادي طنطا ما قدرش ان هو يلعب صح ونقطة للنادي الاهلي ترزبح نتيجة 18-9 للنادي الاهلي مازال اللاعب المحترف على الارسال ارسال صاحق استقبال متوسط اعداد في مركز اتنين وحائط صد جامد قوي من اللاعب محمد عادل لقى منتصف الشبكة حائط صد لا يصد ولا يرد من اللاعب محمد عادل وننتقل السكور عمال يفرق نتيجة تصبح 19-9 للنادي الاهلي زي ما حاكم شايفين حائط صد قوي جدا من محمد عادل وإحمد عبد العل رسال سبايك استقبال اعداد في مركز ثلاثة كرة تعدي سهلة محمد عادل اعداد من عبدالله عبدالسلام في مركز اتنين لأحمد صلاح اعداد محمد صلاح كرة تعدي سهلة في ملعب نادي تنطا اعداد ضرب من مركز اتنين وكرة نقطة للنادي الاهلي كرة من بره الأنتنة من بره الحفة العليا للشبكة نقطة للنادي الاهلي كرة من بره الأنتنة نقطة للنادي الاهلي الحكم أشار لها وتصبح نتيجة 29 للنادي الأهلي ومازال الإرسال مع لعبنا المحترف رقم 1 رسال قوي أعداد استبال متوسط ونقطة مباشرة للنادي الأهلي وتصبح نتيجة 21 تسعة على نادي طنطف الشوت الأول للنادي الأهلي وزا ما حالكوا شايفين يمكن النادي الأهلي فرق في الشوت الأولاني بالإرسالات الصحقة الموجهة ومازال الإرسال مع لعب المحترف رسال قوي استقبال أعداد في مركز 3 للنادي كرة ضبل أو محمولة من صنع لعب نادي طنطف الحكم يشير أن كرة لمس الكرة مرتين تصبح نقطة للنادي الأهلي والنتيجة 22 تسعة للنادي الأهلي في الشوت الأول مازال الإرسال مع لعب رقم 1 المحترف في النادي الأهلي إرسال إرسال في الشبكة تصبح النتيجة 10 عشر 22 للنادي الأهلي في الشوت الأولاني على الإرسال لعب مركز 3 من نادي طنطف لعب رقم 12 بلعب رسال من مركز 5 إرسال فلوتر موجه استقبال من أحمد عبد العيل إعداد في مركز 6 كرة لا تصد ولا ترد من اللعب المحترف إعداد في مركز 6 من عبد الله عبد السلام بتخلخل حائط الصد للنادي طنطف ونقطة جميلة جدا من المايسترو عبد الله عبد السلام تصبح نتيجة 23 عشرة إعداد في مركز 3 لكن عبد الله عبد السلام ما يقدرش إنه هو يطلح لتصبح النتيجة 11 23 للنادي الأهلي على الإرسال لعب مركز 2 رقم 3 من نادي طنطف إرسال موجه فلوتر كرة الحاكم يشير إنه خارج الملعب اللايمان حسبها في الملعب لكن الحاكم الأول احتسبها كرة خارج الملعب لتصبح نتيجة 24 11 للنادي الأهلي نقطع تفصيلنا عن نهاية الشوت الأولاني الإرسال مع أحمد صلاح لعب مركز 2 بلعب إرسال سبايك إرسال قوي جدا استيبال إعداد في مركز 4 لكن الكرة آت من النادي طنطف ينتهي الشوت الأولاني بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية وبنسكر كابتن كريم جمع على تعاليه على الصوت الأول وبنستأنف مع بعض اللقاء و25 11 للنادي الأهلي وعارفين طبعا ده دور الستاشر في كأس مصر اللي النسخة 2021-2022 تقدم النادي الأهلي في الصوت الأول وازداد الفارق لـ 14 نقطة مع بداية اللقاء كده كان فيه سوية رالي مع فريق طنطة ولكن حتى النقطة السبعة وبعدين تفوق النادي الأهلي ووصل للنقطة 25 11 معاكم محدثكم عزب الشرباجي ولقاء مرتقب كده في دور الستاشر باستئناف مباريات كأس مصر في التشكيلة عبدالله عبدالسلام على الإرسال ومعاهم جارد اسميس من مركز أربعة وكروس بتاقب عبدالعال ومن مركز اثنين أحمد صلاح كروس لعبدالله ودولة داخل الملعب ويرجع تاني عبدالرحمن الحسين يقى الملعب مع غياب لعصران وحليم وسعيد وهدي إرسال قوي من عبدالله واستئبال رائع من نادي طنطة وفي مركز اثنين لربيع ولكن حائط صد ولا عروع من كده وهي تخطية غير موفقة من لعبي نادي طنطة طبعا عارفين مفيش بقى تبديل النصفي الملعب نظرا لي الإجراءات الاحترازية اللي موجودة بتعليمات كده من الاتحاد المصري عبدالله إرسال قوي مع الوزب واستئبال أيضا خارج منطقة العمليات وفي مركز أربعة تاخد إيد حوات الصد العملاقة ونقطة لنادي طنطة مع استيناف اللقاء وابدأت الشوت التاني بنشوف كده مرحلة بقى هل فريق طنطة هيعيد كده تنظيم صفوفه ويرجع في أداء مميز لي ولا يستمر التفوق الأهلاوي وطبعا الاستئبال جيد من رمضان وفي مركز أتنين ليس ميس وضرب من فوق حوات الصد في إحدى البقاع السحرية في ملعب طنطة الجهاز الفني لنادي طنطة كابتن حسين سعيد أبو العز ووائل فاروق ردوان واحمد السيد عبدالقادر ومحمد فايز زاكي طبيب ومحمد أحمد مساعد مدرب ومحمد عبدالقاحد درويش إداري وهادي إرسال المرات السهلة مع استئبال جيد ومن منتصف الملعب لكن اختار رقم 12 اتضرب خارج الملعب عمر يحيى تلاتة واحد حتى الآن والإرسال ما زال مع جارد سميس أو جارد سميس بلعب إرسال مع الوسب سريع واستئبال جيد من ربيع وتاني بيعكس الملعب في مركز اتنين وضرب من فوق حاط صد ولكن سهل قوي بيجيبوا سميس وقادة أحمد صلاح ودفاعات جيدة من طنطة وتاني ترجع ترجع سهلا كيزي وان كده في ملعب الأهلي واستقبلها رمضان على طول وبيعكس لأحمد صلاح الفتى الزهبي داخل صفوف الملعب الأحمر ملعب النادي الأهلي نادي القرن وكل قرن ما زال سميس على الإرسال لعب المنتخب الأمريكي بصفوف النادي الأهلي لهذا الموسم وهدي إرسال كده بالرسط الإيد ولكن استقبال جير مطقن من ربيع ترجع سهلا ولا إيه ولكن الرجل أخذ الرسط على طول وضرب خارج الملعب رقم 8 من فريق طنطة إيهاب على ده محمد خالد إبراهيم رقم 8 ما زال الفارق باللون الأحمر أربع نقاط خمسة واحد حتى الآن وسميس ما زال على الإرسال إرسال خارج الملعب ينتقل الإرسال لنادي طنطة اللاعب رقم 12 عمر يحيى يغيب عن صفوف طنطة إسلام السعودي للإصابة طبعا سلامات يا إسلام ويرجع إن شاء الله للملعب كده بقوة واقتدار وإدي إرسال سريع واستقبال جيد من عبد العالو عبد الله بيحاول يفوت الكرة لكن صحلة بقى كمارة محمد سليمان كمارة رقم 15 بياخد الكرة من أعلى نقطة ونقطة لنادي طنطة 3-5 إرسال عمر يحيى سريع ولكن خارج الملعب برؤية عالية جدا من رمضان يشيب كرته خارج الملعب دولة زاروك أو صخرة حائط الصد الأهلاوي بيرجع الإرسال إرسالته تبقى مؤسرة دولة وفعلا إرسال سريع جدا واستقبال خاطئ من ربيع لكن يلحقها على طول لبرؤ الفريق محمد حمدي وترجع تاني سهلة وإدي سميس بيلمل عبد الله وبيحط الكرة في مركز أربعة وعبد العال من أعلى نقطة تاخد إيد كامارة وبنقطة مباشرة الأداء سهل ممتنع حتى الآن تفوق واضح فيه الشوت الأول 25-11 للنادي الأهلي وما زال طنطة بيحاولوا ولكن فريق سكور فيه الشوت التاني أو فريق النتيجة أربع نقاط مطمئنة إلى حد ما تاني دول على الإرسال إرسال سريع واستقبال من ربيع المرة دي جيد وفي مركز أربعة وضرب في إيد حواط الصد كده بدون دفاعات وبنقطة مباشرة بيعملها على طول محمد خالد إبراهيم حكام اللقاء حكم أول الدولي مسعد عطالة حكم تاني محمد مسعود مسجل سماح عبدالغاني مرائب مسجل أو مساعد مسجل خالد نصر ومرائب خطوط عبدالله مختار وسام عاصم وعمر أشرف وميار خالد إرسال ضايع كده من إيده على طول في الشبكة لله برقم تلاتة حسام جبل بيلوموا عليها الكابتن حسين أبو العز لسان حاله يعني خلينا نطلع شوية ولكن فارق أربع نقاط حتى الآن والإرسال مع أبو صلاح الفتى الزهبي إرسال بريست الإيد واستقبال كده مهزوز شوية ولكن راح وأي حاجة ودربكة وكمارة بيحطها كده باليمين ولا بالشمال وفي النهاية هي في الشبكة كورة كانت معدة كده مش مصبوطة من عمر محمد شحاتا إن شاء الله في اللي جاي يعملها أحسن خلونا نستمتع باللقاء سوية 9-4 وأبو صلاح بريست الإيد وخد الرسك المراد ولكن خارج الملعب يا أبو صلاح لسا اللقاء لسا اللقاء كده ما دخلش بقى في أطوار الثخونة وعودنا على مباريات الكاس والكفاح من الفرقتين ولكن إلا لحتى الآن هم متسيد اللقاء بفارق في الشوت الأول 25-11 وفي الشوت التاني 9-5 وأدي استقبال جيد ورائع من اسميس وفي المنطقة الخلفية لأبو صلاح اللي درب كرة لا تصد ولا ترد بتاخد أجسام لعبي نادي طنطة وبتيجي في جبل كده وخارج الملعب يرجع عبد العال صاحب التميز والتقلق داخل صفوف النادي الأهلي بيلعب في أي مركز ما شاء الله بيستخدمه كابتن ميدو مسلحي لعب محوري وأساسي فيه الفريق وأدي مركز أربع الربيع ولكن حقا تصد تروح فين يا ربيع مظلوم يا ابني والله معاك عمالقة النادي الأهلي عبد الله عبد السلام الفتى الأصمر أو الغزاء للأصمر داخل صفوف النادي الأهلي ومعاك محسن ما شاء الله 2.8 متر وعبد الله 2.1 متر والتنين من عمالقة النادي الأهلي ومنتخبنا القومي وقت مستقطع بيطلبه كابتن حسين أبو العز و11.5 فارق للسكور أو فارق في النتيجة 6 نقاط بيحاول فيها يلملم كده كابتن حسين فرقته ويقول له مع التعليمات اللي ممكن يفكوا بيها طلاصم حواط الصد الأهلوية ولكن لسه ما زال حتى الآن المباراة سهلة من جانب الفريق النادي الأهلي المارض الأحمر نادي القرن والمتقلق عاليا في سماء الرياضة المصرية والعربية والإفريقية والعالمية وأيضا من قناة وقناة النادي الأهلي المتقلقة في الإعلام الرياضي عبد العيل على الإرسال إرسال سريع واستقبال خارج منطقة العمليات وكرة في المنطقة الخلفية الجبل ولكن حقا تصد مطقن وترجع سهلة وبيلحا محسن على طول وعبد الله الحاوي والساحر وصاحب الرؤية العالية اللي بيلعب على طول كرة بعد الدربكة دي يحطها بليس يخدع نفسه أصلا في الكرة ومشاء الله عليك يا عبد الله ولا أروع من كده ولا أحلى من كده لقطة ثاني عبد العال أو ثالث بقى إرسال عبد العال 12-5 بدأ يتسع الفارق لسبع نقاط وفيه رونج بوزيشن أو خطأ فيه الدوران كان جبل المفروض يقف في مركز 6 ولكن كان مرحل شوية نحية مركز 1 ويعتبر خطأ في الروتيشن أو في الدوران يجيبه على طول الكابتن محمد مسعود المتقلق حتى الآن كحكم تاني ليه اللقاء ويزيد الفارق لتمن نقاط وما زال عبد العال بإرسالات المؤثرة واستقبال غير متقن وقرة أي حاجة عن تريه كده وبتاخد إيده بصلاح بيت مركز جيد ولكن سوء توفيق أو سوء تقدير لقرة يرجع كمارة على الإرسال لعب سنتر الشبكة من نادي طنطا إرسال كمارة وقالي تغيير على طول بينزل مرجان وبيطلع أبو صلاح وبينزل قطب حمد لله على السلام يا قطب برجع بقى للملعب الأهلاوي وطلع عبدالله بسلام من الخط الأمامي تغيير طبعا هدفه زيادة القوة الهجومية للنادي الأهلي وهدي استقبال من عبدالعال ومرجان حط كرة كده ولكن استقبال أو دفاعات جيدة من كمارة وقالي ربيع بيدرب كرة عن ترية ولكن سمس بسهولة أو بيطلع كرته في الدفاعات وبريست الإيد ولكن حقق صد مميز حتى الآن من نادي طنطا وتأخير كده للعب رقم 12 عمر يحيى وأيضا للعب رقم 11 عمر محمد شحاتة والاتنين عمرين بقى بياخدوا كده حقق صد من سمس سبعة طنطا الثلاثة الأهلي كمارة بيلعب إرسال سريع ولكن خارج الملعب بتوفيق عالي جدا وتقدير عالي للكرة من رمضان بيرجع محسن على الإرسال محسن بيلعب إرسالات طويلة في مركز خمسة وفعلا ولكن استقبال جيد المرة دي معقول وفي المنطقة خلفية الجبل وضرب عن تاري خارج الملعب بيشير إليه حامل الراية سهام عاصم بينزل عبد الرحمن سلاماتي عبد الرحمن سعودي داخل صفوف النادي الأهلي بديل عن عادل زروق صخرة حوائط الصد الأهلوية ومازال محسن على الإرسال عودة حميدة لعبد الرحمن كان مصاب وكان عنده شرخ في صباح ولكن الحمد لله رجع بالسلامة وهذه أول كرة مشتركة وبيأخذها كده لعب نادي طنطا رقم 11 عمر محمد شحاتة من تحت سواب يكون تمركوزه أفضل وبيحقى نقطة مباشرة ارسال مع عمر عمر شحاتة المعيد ليه الفريق وكان في الشوت الأول المعيد رقم 2 أحمد محمد عبد الفتاح الزواني ولكن ما قدرش كده يفك التلاصم فبدله على طول الكابتن حسين أبو العز وهذه استقبال أو دفاعات جيدة من نادي الأهلي ومرجان بيحط كرة لسميس بوش باس وسميس بيطلع كده يتفرج من فوق على الملعب وجابة لطلع سنجل وكابتن حسين بيقوله تقفل الزوايا لما تكون سنجل لكن الكرة كان بوش باس لو خدها على طول سميس في اللاين كان هيبقى شكلها أجمل بكتير وقضب على الإرسال سلامات يا قضب وإستقبال برستل إيد جير منضبط وأدي سميس ولكن وهو ويع كده بيحاول يعمل دفاعات محمد خالد ولكن في الأخير هي نقطة أهلوية بعد دربكة كده في ملعب نادي طنطب يزيد الفارق ليه 17 الأهلي 8 طنطب بفارق سكور كبير 9 نقاط كفيلة إنها تودي النادي الأهلي لمكسب الصوت التاني والتقدم 2 لاشيء وأدي إرسال جيد واستقبال رائع وأدي من مركز ثلاثة ولكن دفاعات جيدة لأود وفي مركز أربعة لسميس وببرة دي كده هي كورة اللاين اللي مشهور بها سميس بيطلع ياخد البلوكات بكتفه فيه الزوايا وبيضرب باللاين كده ويضربها من ربيع كورة مباشرة وأدي عبد العال بيخرج وبينزل الحسيني أرب ما زال على الإرسال ولكن وقت مستقطع بيحاول يوقف به تقدم النادي الأهلي كابتن حسين 18-8 بفارق 10 نقاط حتى الآن وفيه تميز واضح من حكام اللقاء اللقاء سهل بالنسبة لهم ولكن مسكين كل كورة ما شاء الله كابتن مصعد عطال والحكم التاني محمد مسعود تعليمات الكابتن ميدو أكيد هي الحفاظ على قوة الإرسالات واستخدام كده كرة اللي رجع من ملعب طنطة وتشكيل الهجوم فيها ومحاولة التوافق بقى للعبين اللي كانوا غايبين عن اللقاءات زي سميسو زي عبد الرحمن ورجع تاني للتشكيلة الأساسية والتعليمات أكيد كابتن حسين أبو العز بيحاول يزبط الكرة الأولى ويشغل منتصف الشبكة عشان يفك تلاصم حائط الصد الأهلاوي ولكن حتى الآن بتقدم واضح للنادي الأهلي عشر نقاط في الشوت الثاني وقادي استقبال جير منضبط هترجع سهلا في ملعب الأهلي بيلماء عبد الرحمن على طول وبياخد كورته وبيأكد على وجوده وكفاقته داخل اللقاء ما شاء الله عبد الرحمن وكرة من منتصف الشبكة بدربة صاحقة ما زال أطبع الإرسال محافظ على إرساله خلاص الفارق رايح ناحية نهايات الشوت الثاني أطب المرات يلعبه قوي وفعلا إرسال قوي ولكن استقبال جيد من ربيع وقادي ربيع يكرة بتعلاله وكان من أحد ناشئي اتحاد الشرطة الرياضي ربيع ومميز حتى الآن في الصفوف ولكن لسه التلاصم والغرتمات في مصلحة النادي الأهلي وقادي بقى رمضان وتاني عبد الرحمن والنهاردة كده شكلها تمرينة سريع ليه عبد الرحمن بقى غايب بقاله كتير عن اللقاءات وكابتن ميد ضد تعليمات على طول لمرجان يشغل سريع كتير من منتصف الشبكة ويحاول يرجع عبد الرحمن لأداءه المتقلق اللي احنا عارفينه به استقبال جيد وكرة في مركز أربعة لجبل وبيضرب على طول كرة عن ترية ويلبس رداء العمالقة في إيد مرجان على خارج الملعب ينتقل الإرسال لملعب طنطو قادي تغيير تاني بينزل اللاعب حمزة الصافي لاعب تحت 19 سنة وبيطلع سميس جارت سميس لو لقينا تشكلة الملعب النهاردة هنلاقي كده اللي وقفين قدامنا مرجان وعبد الرحمن وصافي أو حمزة الصافي والحسيني لعبين من صغار السنة ومن ناشي النادي الأهلي معادة عبد الرحمن بس كان من خارج وبدأ يستقر خلاص في التشكيل الأسية لولا الإصابة اللي جات له وقادي رمضان كمان بياخد كرة ولا أروع من كده وزي ما قلنا لحضراتكم تعليمات الكابتن ميدو إن احنا نشغل عبد الرحمن كتير من منتصف الشبكة ونرجعه لأداءه ولكفاءته 21 تسعة حتى الآن وما بيكدبش خبر عبد الرحمن وبيدرب قرات صاحقة من منتصف الشبكة يرجع حمزة الصافي أصغر لاعب في المباراة النهاردة ارسال مع الواسب كده واستقبال جيد وراء وقادي منتصف الشبكة ولكن حائط صد ممتع النقطة الخامسة على التوالي ما شاء الله يا عبد الرحمن أربع نقاط فيه الضرب السريع ونقطة من حائط صد مجرد منزل للشبكة 22 تسعة بفارس كور كبير قوي ما بين نادي طنطة والنادي الأهلي وما زال حمزة على الإرسال وإرسال قوي لكن في الشبكة المرادية حمزة لسه الخبرات شوية ولكن طبعا الكابتن ميدو بقى بيحاول كده يدخل اللاعبين صغار السن من بدري فيه اللقاءات صاحبة المستوى المتوسط بيحاول كده يأكد بس وجودهم داخل صفوف الفريق الأول وديهم خبرات اللعبة مع الفريق الأول طبعا فريق بطل زي النادي الأهلي بيصعب على أي حد أن يدخل جواه ولكن بقى بخبرات ميدو مصلحي وبخبرات اللاعبين أصحاب الخبرة العالية عبد الله وصلاح ودولة وعبد الحليم إزاي وطبعا معوض إزاي بقى بياخدوا اللاعبة جواهم ويدوبهم كده جوا الفريق والتعليمات للكابتن ميدو مسلحي فيها لإرسال عبد الرحمن آخر سطرين في حكاية الصوت الثاني عبد الرحمن سعودي إرسال فلوتر مع الوسب سريع واستقبال غير متقن وهتعلق أي حاجة في مركز اتنين لجبل وضرب ولكن حاط صد مميز من الحسيني والنقطة الأخيرة 24 فارق سكور كبير جدا يلوم عن سير اللقاء حتى الآن ما زال عبد الرحمن على الإرسال تعليمات من الكابتن ميدو مسلح يلعب إرساله فين إرسال سريع واستقبال غير منضبط ونهاية الشوت الثاني بتفوق واضح للنادي الآلي 25 عشرة عزائي مستمرين معكم ولكن استراحة ونرجع لكم تاني مع بداية الشوت الثالث واستئناف اللقاء عزائي المشاهدين ومرة تانية نرجع لكم واستئناف اللقاء في دور الستاشر بيجمع ما بين النادي الأهلي والنادي أضيف نادي طنطة الرياضي وحتى الآن تقدم اتنين لاشئ في الأصوات بفرق سكور كبير جدا 25 11 25 10 وهنشوف بقى مع مجريات الصوت التالت كده في تعديل في صفوف نادي طنطة ولكن أنا شايف التشكيل هو هو الكابتن حسين أبو العز نازل نفس التشكيل وأيضا النادي الأهلي بنفس تشكيل وبوجود عادل داخل الملعب وعبد الرحمن كروس ومرجان مع أطب وحمزة الصافي مع الحسيني زي التشكيل إنها في الشوت التاني وقدم عوض بقى برجوعه تاني للصفوف كده وطبعا عشان ما يفقتش حسية المباريات وخبرة عالية جدا من كابتن ميدو إرسال مع نادي طنطة عمر شحاتة إرسال في الشبكة طبعا المفروض البداية تبقى أقوى من كده يا عمر طبعا لسان حال بقى الكابتن حسين أبو العز عايز كده يدخل فرقته سويا في شكل أفضل من اللي حصل في الشوت الأول والتاني وبرجع مرجان على الإرسال بيلعب مرجان إرسالات سبايك مع الوزب قوية وفعلا ولكن استقبال رائع من محمد حمدي وقادي حائط صد ديناري وترجع الكرة سهلة وتاني معوض وبيبص على طول مرجان وبيرمي الكرة للحسين ولكن دفاعات جيدة حتى الآن وصعبة الكرة ترجع ولكن رجعت من خارج الأجواء ومن خارج العصة الهوائية محاولة جيدة لنادي طنطة عن طريق اللاعب رقم تمانية محمد خالد وربيع رقم عشرة وبيحاول كده عمرش حتى يرجعها ولكن خارج الملعب ما زال الإرسال مع مرجان واثنين لشيء يطرح يروح الأداء لتأكيد الفوز من البداية ولا تحاول فرق الطنطة كده وإدي إرسال قوي مع استقبال جيد وتتشد كده في مركز اتنين ولكن ربيع مع حوات صد جبارة وتاني أي حاجة كرة عن ترية وخارج الملعب على طول بيضربها رقم تمانية محمد خالد خارج اللقاء وخارج الأجواء تلاتة لشيء مرجان على الإرسال إرسال قوي واستقبال غير منضبط كرة أي حاجة هيشوت على طول جبل ولكن دفاعات جيدة من النادي الأهلي ويأخذ الحسين على طول برد فعل سريع جدا ويأخذ مرجان بيقلب ويقض بكده بريست الإيد على استحياء كده بيأخذ كرة في حائط الصد بنقطة مباشرة ومازال التفوق أهلاوي واربعة لشيء يطرى كابتن حسين أبو العز هياخد النادي الأهلي محلقة عاليا في سماء اللقاء مرجان إرسال قوي ونقطة مباشرة والإيس حاضر داخل ملعب القلعة الحمراء ملعب النادي الأهلي الملعب الكبير وأخيرا بقى ملاقاش حل كابتن حسين غير أنه ياخد وقت مستقطع يقف بيه نزيف النقاط في ملعب طنطة فارق سكور كبير في الشوط الأول والشوط الثاني وما زال التقدم أهلاوي بيه اللون الأحمر بخمس نقاط وقدرة واقتدار من إدارة المباراة من الكابتن ميدو مسلح بيحاول كده يشرك كل اللعبين ويدخلهم فيه حساسية اللقاءات عنده بقى منعطفات مهمة بعد اللقاء ده عنده تكملة أو استقناف الدوري المصري بعد وصوله للعلامة الكاملة والفوز 3-0 في كل لقاءاته والدخول كأول مجموعة مع مجموعة بقى سهل ممتنع بيحاول كده يتساعد فيها منذ البداية وعارفين إن الدوري طويل الموسم ده وبإشراك اللعبين صغار السن وقادي كرة ولا أروع من كده بيعملها جبل بيبص على حوات الصد تماماً من الدفاعات وإدربيع بإرسال سريع ولكن حمزة استقبال معقول والحسيني بيعمل كرة أيضاً في الزوالحد ولكن جبل بيجيبها وكرة مزنوعة في البلوكات وبالحقها جبل على طول من أعلى نقطة بتمركس كده غير جيد فيها الدفاعات من مرجان بنقطة مباشرة تتعدل النتيجة لـ 2 طنطة 5 الأهلي إرسال سريع والحسيني بيخلص النقطة إرسال مع النادي الأهلي الحسيني فارق أربع نقاط بيلعب إرسال بريسك عالي ولكن استقبال جيد على خط التلاتة متر وفي مركز أربعة وقادي ضرب ببرة لإيد كده وأيضا تمركس غير جيد الكرة بتهرب من البلوكات وأدي مرجان بقا بيعتز كرة طبعا هو يقدر يطلعها فيها الدفاعات كرة كانت سهلة ولكن معليش إن شاء الله اللي جاية تبقى أحسن إرسال سريع واستقبال من حمزة غير منضبط وهي هيدرب حمزة ويدرب في إيد حواط الصد فيه كاميرا اللي بتنزل الكرة في ملعبه مباراة سهل ممتنع زي ما قلنا نادي طنطة طبعا بطموحه بقا وخبراته هو عايز يقعد بس في الدور الممتاز السنادي عنده كده شوية إخفاقات فيها الدوري وهزايم ولكن أملوا أن يدخل المرحلة اللي جاية بتفوق هنشوف كده وانتبع مع حضراتكم وإيه بنقلي بقى المباريات واللقاءات إداتنا طبعا تميز بننقل كل الفرق ما بنسيبش حد وإيه تاني إسقاط هو من قدب ودفاعات جيدة وطراي عالي جدا وبيلحا على طول مرجان وعبد الرحمن بيعمل على طريقة البيتش فولي كرة بإسقاط كده ويوصل النادي الآن للنوضة الثمانية وخمس نقاط فارق حتى الآن ارسال مع دولة ياخد الحف العليا للشبكة واستقبال جير منضبط وحاولة كده بترجع الكرة فيها سهلة وبيموت كرته على طول بريست الإيد رقم تمانية محمد خالد وبيحط نقطة مباشرة شاف كده تأخر فيه دفاعات النادي الأهلي واربعة تمانية حتى الآن بيرجع جبل على الإرسال جبل إرسال في الشبكة إهدار مزيد من النقاط ونزيف النقاط اللي بيعملوا فريق طنطن مش هيخليه يدخل في الأجواء ولا في اللقاء ولكن بقى بيأكد على طول النادي الأهلي بكفاة واقتداره وبيمسك ويقتنس اللقاء وعايز يطلع بقى أقل جهد ممكن وقادي أطب كمان بيحط في الشبكة كان غايب بقى له فترة عن اللقاءات للإصابة حمد الله على السلام يا أطب وحمد الله على السلام يا عبد الرحمن سعودي بيرجع محمد خالد إبراهيم على الإرسال على الإرسال إرسال قوي مع استقبال جيد من حمزة وقادي منطقة خلفية الأطب وفي حوايط حوايط الصد ولكن معوض متابعة هائلة ورائعة المعوض كده بيشوف كورته خارج اللقاء وخارج الأجواء ويسيبها وما زال الطائرة النادي الأهلي محلقة عاليا في سماء ملعب النادي الأهلي وبيرجع حمزة على الإرسال إرسال مع الوزب قوي ولكن في الشبكة برضو المرات يا حمزة لازم يبقى فيه كده مع اللاعب ترمومتر يعرف إمتى يلعب الإرسال بريسك عالي وإمتى ينظم جهده وطبعا دي كلها خبرات بيحاول الكابتن ميدو مشلش يكسبها ليه اللاعبين صغار السن زي حمزة لعب تحت 19 سنة وهادي كمارة إرسال عالي جدا بلونة ما يتعملش مع النادي الأهلي وبيرض عليه على طول مرجان وسعودي وبيحط كرة من منتصف الملعب قوية جدا بنقطة مباشرة وعارفين بقى لو عبد الله موجود اللقلوة اللقلوة الملعب اللقلوة الصمرة لو موجود داخل الملعب كان شكل من الكرة دي وطلع ضربها من الفرست باص على طول وادي عبد الرحمن إرسال مع استقبال غير منضبط وكرة كان بيرفع على طول المعد لنادي طنطة رقم 11 عمر شحاتة وشافها على طول الكابت المشعر عطالة وقال له حصل تداخل من الحسيني وحسب الكرة لنادي طنطة هل إرسال عمر شحاتة إرسال سريع واستقبال جيد من حمزة وكرة دوب لباص على طول بيضربها في الزوية لحد الحسيني ولكن كانت تلمس كده حرف الشبكة وزعلان الحسيني كان عايز على طول من إيده من أربعة في أربعة إحدى الكرات الفنية اللي بيعملها اللعب بتمكن واقتدار كده بتعجب الجماهير طبعا جماهير النادي الأهلي بتؤذره في كل مكان وبتلتف حواليه على طول شاشاته وشاشات قناة النادي الأهلي وإدي مرجان على طول بريست إيديه وربيع بيعلق كرة قوي عشان إيل حييجي في مركز اتنين وبياخدها من وراء ظهره جبل ولكن في الأخير هي في السبكة وخارج الأجواء مازال التقدم باللون الأحمر اتنين ناشيق 25-11 و25-10 بفارق نتيجة كبيرة قوي وفي الشوت الثاني حتى الآن فارق 6 نقاط 13 الأهلي 7 طنطة مرجان ارسال قوي خارج الملعب يا مرجان فتح إيده لبرا الملعب سويا ربيع على الإرسال كابتن فريق نادي طنطة إرسال سهل برضو ربيع وقادي فيه منتصف الشبكة ودفعات جيدة بيروح على طول عليها إيهاب أو محمد خالد وضرب صاحق ولكن حقاة صد قوي الحسيني على الإرسال إرسال قوي استقبال معقول وكرة في مركز 2 وحقاة صد ولكن بتعدي المراد يأخذ على طول مرجان ويحط في 4 وحمزة ولكن حقاة صد قوي من جبل مركز 2 حمزة ضرب في إيه شوية وكان قافل كويس حقاة صد بيحاول فريق طنطة يدخل فيه اللقاء ويدخل في الأجواء وطبعا هو عارف فارق التاريخ وفارق الإمكانيات وفارق المستوى ولكن طبعا دي حاجة ما تعبش أبدا فريق نادي طنطة وجوده فيه الكاس وفي دور 16 بعد تفوق على نادي الإعلاميين 3-2 في ملعب طنطة وأيضا وجود النادي الأهلي بعد تفوق على نادي جزيرة الورد من المنصورة بـ 3 أصوات مقابل لشيء رسال سريع واستقبال غير منضبط وترجع لحمزة عليها لقضب وبيحط بريست إيديه ولكن بيلم على طول نادي طنطة وكرة بتترفع كده أي حاجة وكان المفروض جبل يتصرف فيها ولكن في الأخير هي خارج الملعب دولة على الإرسال سابه كابتن ميدو بقى يلعب برحته ما دلوش تعليمات يلعب فين ودولة اختار على طول يلعب على ربيع واستقباله جيد وراية حتى الآن وأدي كمارة وتلع كده بحجلة خفيفة ويهرب من عبد الرحمن وحط كرة حلوة من مركز ثلاثة ده الفارق شوية وبقى عشرة لطنطة خمستاشر الأهلي غير الشوت الأول والتاني بيحاول كده ويجتهد كابتن حسين أبو العز مع رفاقه وبقى ومع الجهاز الفني بمحاولة تقليل الفارق وتقديم نتيجة مثالية وأدي تاني بإسقاط وكرة كده من ربيع بيعمل إسقاط سهل على العبد الرحمن وبيلما مرجان في مركز أربعة وأدي حمزة بيعمل إسقاط تاني ودفاعات جيدة من جبل ويشد في مركز أربعة لكن كرة دابل بتتحسب على طول على كمارة بيلوط على طول الكابت المصعد عطالة الحكم الدولي بعين السقر كده ويرجع الإرسال مع عد ومازلت منتظر وجود لقلوة الملاعب عبد الله عبد السلام ولكن طبعا مرجان بيؤدي بالكوة واقتدار ولكن الاستمتاع والمتعة في وجود لقلوة الصمرة عبد الله عبد السلام وكرة داخل الحدود إرسال مع محمد خالد إرسال مع الوزب قوي خارج الملعب لازم يكون في استراتيجية لأي فريق بيلعب فريق النادي الأهلي ولكن حتى الآن أنا شايف كده عسوائية في أداء مهارة الإرسال وإن كان كابتن حسين عبد الحسين أبو العز من خارج الخطوط بيحاول يقول لهم كده يهتموا سويا بالإرسال ولكن حتى الآن ما فيش أداء وبيحاولوا من منتصف شبكة ضرب ونخح حتى الآن في كورتين أو تلاتة في الصوت التالت وقادي فيه إصابة بيستستدع على طول إيقاف اللقاء كابتن مصعد شاور على طول الجهاز الطبي المعاون لنادي طنطا الدكتور أو الطبيب محمد فايز زاكي بيدخل كده يتطمن على الليبرو محمد حمدي مختار رقم 13 طبعا في الحالة دي الليبرو يعتبر لاعب ملوش تبديل فلو اطلع من الملعب ما فيش أي مشكلة خالص وكابتن مصعد هيشوف بقى الوقت اللي يستغرقه فيه العلاج صبعه كده كان خبط في الأرض وطبعا دي بقى حاجة نتعلمها كده مع لعبين ونقول لهم ما تفردش صبعك وانت بتستقبل عشان طبعا لو خبط في الأرض زي ما حصل كده مع محمد حمدي مختار وقد ايه بننبه عليها ليه لعبين والناشئين الصغيرين بنشوف كده سوية أخطاء في المهارة بنقولها ويرجع حمزة الصافي أصغر اللاعبين سنا في صفوف النادي الأهلي ولسه بقى يا حمزة مش هنديك ألقاب دلوقتي لسه كده لما تخش الأداء والأجواء ولكنك ولدت كبير بوجودك داخل القلعة الحمراء وطبعا ابن كابتن حمدي الصافي نجم مصر في الكرة الطيرة كمدرب ولاعب حمزة مازال على الإرسال التسع على الفارق مرة أخرى مفيش بود خلاص عند فريق تنطب يحاول كده يلملم اللي فاضل بقى من الصوت ويعمل نتيجة طيبة ودي حمزة إرسال قوي مع استقبال جير مطقن ورفع أي حاجة في المنطقة الخلفية ولكن محمد معوض بيلم وتاني ليه قد ويحاق صد خارج الملعب من ربيع بدأ يخش في اللقاء كده والأجواء قد 19-11 وقت مستقطع بيطلبه نادي طنطة لمحاولة اللحاق بيه الطائرة الأهلوية ولكن خلاص بتهيالي أقلعت طائرة الأهلي بالشوت الأول 25-11 وبالشوت الثاني 25-10 وما زلنا في الجو حتى الآن بـ 19-11 ومحلق النادي الأهلي عاليا بفارق سوتين وبفارق 8 نقاط صعب اللحاق بيه انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه نادي طنطة وخلاص ده الوقت التاني ليه ملوش خلاص أوقات مستقطعة مازال حمزة على الإرسال بيشير إليه على طول كابتن محمد مسعود بالوقت المستقطع التاني بينبهه ليه كابتن سماح وكابتن خالد حمزة على الإرسال إرسال قوي حمزة واستقبال جيد وراع المراد من محمد حمدي وقادي ضرب خارج الملعب من ربيع لعب مجتهد ربيع بدأ كده فيه ناشئين وانضم ليه صفوف نادي السرطة واتدرب هناك شوية وبعد كده بقى في الممتاز بدأ يرف على الأندية كده وآخرها استقرر في نادي طنطة مازال حمزة على الإرسال ولكن في الشبكة المراد وهدي تبديل بقى بيعمله الكابتن حسين أبو العز بينزل رقم خمسة أحمد خالد فتحي على الإرسال وبيطلع كمارة أحمد خالد إرسال سريع واستقبال معقول وفي مركز أربعة وقادر حسيني وما هناش بقى فرق طنط على التبديل وجبل بيخفض كده في الدفاع عن الكرة ويخرج أحمد خالد وينزل مكانه لبرو الفريق نازل تبديل مكان لعبي مركز ثلاثات حاول الكابتن حسين إدخال أحمد خالد للتأثير على استقبال النادي الأهلي ولكن الإرسال كان عادي وقادي كرة ضابل تاني على عمر محمد شحاتة ما مش حد أحسن من حد بقى أحمد عبد الفتاح الزواني أو الزواني في الشوت الأول اتحسب عليه ضابل وأيضا عمر محمد شحاتة اتحسب عليه ضابل وعبد الرحمن ما زال على الإرسال واثنين وعشرين واثنين وعشرين وخلاص آخر ثلاث نقاط في الحكاية النهاردة وأدي من المنتصف ولكن أمام زاروك صخرة الدفاع أو صخرة حواط الصد الأهلوية عادل بياخد بلوك كده مباشر بنقطة مباشرة تلاتة وعشرين اتناشر عبد الرحمن سعودي سلامات يا سعودي دخل بقى للقاء والأجواء كده وعلى طول جهزه كابتن ميدو والجهاز المعاون لكابتن ميدو طبعا تامر تايجر ومحمود جمعة والوزير محلل تقني والطبيب سامح ظلام والمدير الإداري خالد أبو زينة والإداري النشط كابتن أيمن ويرجع الإرسال فريق طنطة بعد كده ملامسة في حواط الصد وتعديل للنتيجة بفارق عشر نقاط تلاتة وعشرين الأهلي ورايح اللقاء خلاص بنلملم أوراقنا كده كلينكيا ننتهى اللقاء بفوز تلاتة لشيء للنادي الأهلي ولكن نستنى مع آخر نقطة ولسه بيحاول فريق طنطة وكرة بتعلى في مركز اتنين وأدي جبل ولكن حقا تصد فيه ملامسة من الحسيني بيشير عليه على طول محمد مسعود الحاكم التاني بكفاءة كده وبيدي إشارة سليمة 100% لكابتن مشعد عطالة ومازال فريق طنطة بيحاول وإرسال سريع واستقبال من الحسيني وقادي معوض بيعلق كرة للحسيني وضرب كده بريست الإيد في المنطقة الخلية تماما من تمركز خاطئ من لعبي نادي طنطة من محمد مختار مرسي كان المفروض يقفل في الزاوية الدايقة وكان ساحب كده ربيع شوية تحت البلوكات عشان البليس أو الكرة المسكطة 24-14 وإرسال مرجان يا ترى هينهي الحكاية وينهي القصة ولكن لسه في الحديث بقية وإرسال خارج الملعب وخمستاشر طنطة 24 الأهلي والإرسال مع ربيع كابتن فريق نادي طنطة إرسال مع الوسب باستقبال غير متقم من الحسيني يشدها معوض علي فوق في السماء وقادي هنا الحسيني بيحط بريست إيدي وينهي فعلا اللقاء والأجواء وتفوق وتقدم وألف مبروك للقلع الحمراء للمارض الأحمر لنادي القرن النادي الأهلي الفوز ثلاثة لشيء في دور الستاشر لبطولة كأس مصر والتأهل لدور التمانية ختاما أعزائي نرجو أن تكونوا قد استمتعتم باللقاء على أمل العودة بكم مرة تانية وشاشات النادي الأهلي تحياتي محدسكم عزب الشربجي وتحيات أشرة قناة النادي الأهلي وعودة مرة أخرى للستيديو الكابتن هيسام السعيد وديوفو الكرام الكابتن كريم جمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا